بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلينا حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحنا إن كنتم قوما مسرفين وكما رسلنا من نبيهم في الأولين وما يأتي من نبيين إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا شد منهم بطشا ومضى مثل العولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فليقولن خلقن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تعتدون والذي نزل من السماء ما بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها واجعل لكم من الخلك والأنعم ما تركبون لتستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون وجعلوا له من عبادي جزاء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق نبات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم نوم إلا يخرسون أم آتيناهم كتابا من قبلي فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم علي آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بي كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاكمة المكذبين وإذا قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في ياقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم لحق ورسول مبين فلما جاءهم لحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا صخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس همة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وصورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاعوا لحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليسدونه معن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتكمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من عرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد عرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العلمين ولما جاءهم بآياتنا إذا هم منا يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عيد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم الأعذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لملك مصر هذه لا نار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمعن خير من هذا الذي هو مين ولا يكاد يبين فلولا ألقي علي أصورة من ذاب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما سفونا انتقمنا منهم فأقرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فلما درب ابن مريم مطلن إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير نعمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خسرون إنه وإلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني سرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم علوم مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واقعون إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم هل ينظرون إلا ساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهي إلى أنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تعكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مضرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ولن كان للرحمن ولد فعن أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي العرض إله وهو لحكيم العليم فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعند أوع المساعة وإليه توجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بلا حق وهم يعلمون ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فعنا تؤفكون وقلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنه وقل سلام فسوف يعلمون